موسيقى هم خطؤنا يا مستيسي ماfree اللي حاصل ان احنا بقالي اكثر من شهري علقنا اربع مرات منجولة حياتيا ممتع بنيع ويقولون طبعاً ابني يمسك أعصابه جداً جداً بحيث انهو كان هتغور على الظابط محمود هو بعمل طبعاً عمالي لك يتعملش معرفش ده هي أبا الربوني ونبي يقوله إيه سبحان الله يعني اجتيمة انت هكاة يلا امشنتوا هو كأن عزبة أبوهم يتحكموا فينا هم المفروض بخلصنا 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 وهم معلش الخرط يحمونا مش يعزبونا بالعذاب ده كله بالأسف الشديد طبعاً ما صدقنا أخذنا بعضنا ونزلنا أنا وبنتي وإخواته عشان إيه بس نشوفها أو نشاولها أو نسلم عليه طبعاً منعنا بصريقة بشعة ان احنا حتى نسلم عليه بأيدينا يلا امشوا من هنا فطبعاً ابنتي بنفضل اللي هو معي سلم عليه كي حبابا تجري عليه راح الزابة بقدها يزقها بأيديه طبعاً راح الزوتين طبعاً تفاعل موطف كان صعب جداً جداً فهمت تتخيل للأسف الشديد طبعاً جديد طبعاً عبت ترحيلات مع عبتر من 15 مكان بشير مع بعضهم الكلمة حلوة قوي وأنا سعيدة قوي أنت زوجت هذا الإنسان العظيم في سبيل الله قومة نبتغي رفع اللواء لا للدنيا قد عمينا نحضل الدين الفداء وهو ده جمال عشدي محضرون محضرون عطوف متواضح يخدم كل الناس يحب بلده قوي 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 يحب الناس قوي بيادوا على الله عز وجل قدع بالإصلاح متوحر بلد من فساد لكن للأسف الشديد في زكت الأرض ستين سانة فساد مش من السهل لفسانة تتضب بطريقة ومتعد ضرب الله طبعاً لما بدأ يقول الكلام ده بدأ الشباب الصالحي اللي زي حضراتكو يدفعلوا يسكت يسكت حكم العطو يرتفعوا طبعاً كانت النتيجة بدأت الناس الصالحي بيرتفعوا قدعنا بعد الزباط اللي جوه بدأ يجيبوا اللي يجروا علينا وقالتوا حوادث حددية بدأ الشباب مخترم جداً رحمة الحقيقة يسحلوا على الأرض قدامنا ما قدرناش نقيا كأن يهود بالظبط بسحلوا شبابنا جماعة تربوا النار ده بفلوسنا إحنا المصاص ده اللي ضربتوا بي إبني قبل كده بفلوسنا إحنا للأسف الشديد طبعاً بدأ أدرب النار في وشنا الناس كانت ثبات غير عادي ثبات رائع رائع ما شاء الله حوله الكتل بالله الحاسد برعب في علوم والله حاسد فالن هم برعبليون إننا إحنا قدرنك وقدرنك طبعاً بدأ أدربهم نور فين في الهواء في الهواء فوالله إلا أخذوا الشابة طبعاً على سحلوه والأم طبعاً بدأت تصرخ بيستجي عشان تستنقذ ابنها منهم ما عرفنش طبعاً وحسبون الله ونعمل وكيفته كل صالح واللي أيده وإن شاء الله اللي بأشارك يا سيسي إن الزوال الانقلاب إلى دوال قريباً جداً إن شاء الله لأنك إنت فشالك في كل شيء مش حاجة عملتها حلوة في حياتك أبداً أهلنا في سينا في بردون أهلنا في سينا قتلتهم في مصر قتلتنا كيف نحن ولدنا ماتوا قدام عينينا البناتهم تحكم أعراضي في السجون انت مين؟ انت بتنفذ الأسف الشديد المخطط في سيون الأمريكي بس والله الذي لا إله غيره قريباً جداً إن شاء الله سيأتي النصر إن شاء الله وإحنا مكملين وصابرين وسامدين ومختصبين إن شاء الله اشتركوا في القناة